بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيزي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة لصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا لهذا اليوم النص الشعري لغة الخلود سوف نقرأ عليكم النص ونتعرف على ما فيه من الأساليب البلاغية والصور الجمالية وكذلك سوف نقوم بحل عدد من تدريبات هذا الدرس وقبل أن أبدأ في عرضها عليكم نتعرف سويا على أهم أهدافه أهداف الدرس أن يفهم الطالب النص المقرؤة ويستوعب جوانبه أن يتذوق الطالب ما في النص من الصور الجمالية والأساليب البلاغية يظهر أمامكم الآن عنوان درسنا النص الشعري لغة الخلود وكما نلاحظ يوجد في أعلى هذه الشاشة رابط رقمي للدرس بإمكانكم أن تعودوا إليه وتطلعوا على ما وضع في داخله ونلاحظ هنا هذا هو النص الشعري لغة الخلود بإمكانكم الاستماع لهذا النص من خلال الرابط الموجود بجوار النص لغة الخلود أيا خضر الروابي أي سحر تخبئوه عشيات الروابي يتيه بوصفها شعري ويوري من الفصحى سناء غير خاب ويا لغة الخلود وأنت روض من الأسرار مكتنز الشعاب وأنت مداد آي الله تتلى فيخبت نافر ويثوب كاب وأنت حمى العروبة في قلوب يؤلف بينها أسمى انتساب وأنت لساننا في كل أرض يرتل في خشوع واحتساب أجيبي لهفة الأشواق فضي ختام المسك عن سر الكتاب وقولي كيف تنتفض القواف لتحكي عنك عن درر العباب عن الموصوف يعجز كل وصف عن الإعراب يفتح كل باب عن العطف الذي يحنو برفق علي وعم مضاف كالصحاب عروس الضاد عروس الضاد يا حلم الليالي ويا سحر السؤال بلا جوابي هذه الأبيات للشاعر السعودي سامي العجلان أستخرج من النص ما يأتي ثم أضعه في جملة مفيدة إذن عليك أن تعود إلى النص وأن تستخرج ما طلب منك في هذا السؤال وتحاول أن تستفيد من هذه الكلمات لتضيفها إلى مخزونك اللغوي مرادف يفتخر من النص مرادف كلمة يفتخر وكذلك ضد كلمة يغلق ابحث عنها في النص ثم ضع كل منها في جملة مفيدة يتيه مرادف كلمة يفتخر كما مر معنا في المعجم المساعد إذن يتيه هنا بمعنى يفتخر نقوم بوضعها في جملة مفيدة فنقول مثلا يتيه الشاعر بوصف لغته ابحث عن ضد كلمة يغلق يغلق بمعنى يفتح أفوا يغلق ضدها يفتح الجملة المفيدة يفتح الصبر كل ضيق نكمل حل التدريب أيضاً أستخرج من النص ما يأتي ثم أضعه في جملة مفيدة ابحث داخل النص عن جمع لكلمة القافية وكذلك عن مفرد الكتب جمع القافية كما مر في أحد أبيات هذه القصيدة القوافي نضعها في جملة مفيدة فنقول يهتم الشاعر بالقوافي والمقصود بالقوافي والقافية الحرف الأخير من البيت مفرد الكتب الكتاب نقوم بوضعها في جملة مفيدة الكتاب مصدر للعلم السؤال الثالث اللغة العربية روض من الأسرار أدخل الحرف الناسخ كأن على الجملة الإسمية وأعيد ضبطها إذن الجملة اللغة العربية روض من الأسرار جملة إسمية ابتدأت بالمبتدأ اللغة وكذلك تكونت من الخبر وهي كلمة روض ننتبه للمبتدأ والخبر عند دخول أحد الحروف الناسخة أو عند دخول كأن كما ورد في السؤال كأن اللغة ستصبح إسما لكأن منصوب فنقول اللغة العربية الخبر روض يبقى مرفوع بهذا الشكل ونكمل كتابة الجملة لتكون كأن اللغة العربية روض من الأسرار أحلل وأفهم ما الأسلوب الذي بدأ به الشاعر قصيدته نتذكر البيت الأول في هذه القصيدة أيا خضر الرواب أي روض ماذا يسمى هذا الأسلوب ما هو هذا الأسلوب الذي بدأ به الشاعر بدأ الشاعر قصيدته بأسلوب النداء مستخدما أيا السؤال الثاني لما وصف الشاعر اللغة العربية بأنها لغة الخلود ما سبب وصف الشاعر اللغة العربية بأنها لغة الخلود لأنها لغة القرآن الكريم والقرآن باق وخالد إلى يوم القيامة كم عدد المفاهيم النحوية التي وردت في النص ورد في النص أربعة مفاهيم نحوية وهي الموصوف والإعراب والعطف والمضاف على ما يدل وصف الشاعر على ما يدل وصف الشاعر لغته بأنها روض مكتنز الشعاب روض مكتنز الشعاب تعرفنا على معنى كلمة مكتنز من خلال المعجم المساعد وعرفنا أنها تعني ممتلئ وزاخر إذن على ما يدل هذا الوصف يدل على جمالها وتنوع معانيها وكثرة أساليبها اكتب ما تعرفه من المعاني التي تدل عليها كلمة العطف من معاني العطف الشفقة الرحمة الإحسان أعزائي الطلاب والطالبات كان هذا هو التدريب الأخير في درسنا لهذا اليوم قرأنا عليكم النص وكذلك قمنا بحل عدد من أسئلة الفهم التي جاءت بعد هذا النص ألقاكم إن شاء الله في درس قادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته